وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد من ساعة ما مسكت الوزارة وهي ما شاء الله ما فيش حاجة غلط مع عملتهاش بتقول تصريحات غلط وبتاخد قرارات غلط وعمل مشاكل وازمات مع المرضى والدكترة والصيادلة والممرضين والامراض نفسها كمان ورغم كل اللي بتعمله ده لسه محافظة على منصبها ولا بتترفد ولا بتستقيل ولا حتى بتخصم لها يومين معين سيادة الوزيرة دي لو موجودة في اي بلد تانية وعملت نص اللي عملته فينا كان زمانهم رفدوها اربع مرات ولغوا وزارة الصحة بسببها خالص والله ما تشرب شايد تشرب شايد غلاص غلاص ايه بقى جدعان السر ورا المرأة الحديدية دي اللي لزق على كرسي الوزارة ومفيش حد في البلد كلها عارف يفكها منه ويشيلها من علي ما هو اكيد فيه انه يعني في الحوار ممكن مثلا تكون الوزيرة قفلة تليفونها على طول فالمسؤولين مش عارفين يتصلوا بيها عشان يبلغوها بقرار الإقالة ولا تكون مثلا قفلة على نفسها الوزارة من جوه ومش عارفين يدخلوا عشان يخرجوها او يكونوا رفدوها فعلا بس هي بتسهيهم وبتروح الوزارة من وراهم برضو عادي ولا يمكن تكون مسكة زل على سيادة الريس ولا حاجة جايز معها صور لي وهو لسه صغير فوق النخلة قبل ما يسقط منها ويحكم البلد طب يمكن تكون ادت السيسي ارشين واشترت منه وزارة الصحة عادي الرئيس يعملها ويبيع اي حاجة ما هو باع جزرتين للسعودية قبل كده ما جيتش على الوزارات يعني وفيه ناس تانية برضو بتقول ان السيسي متمسك بهالة زايد ومش هاين عليه يرفضها لانهم زومة لو دكاترة زي بعض هي احتمال انها تكون طبيبة بشرية وهو طبيب فلسفة فمش عاوز يجي على بنت كارو يعني عشان ما يصحش بس ايه الحقيقي بقى في الاسباب اللي قلناها دي ما هو اكيد فيه سبب يعني مخليها مكملة رغم كفائتها المعدومة ومواهبها اللي ملاهش وجود ده احنا بقى عندنا امل ان السيسي نفسه ممكن يمشي انما هي لأ واحد هيطلع ويقول طب ما يمكن اجدعان هي وزيرة عظيمة فعلا وشايفة شغلها بما يرضي الله ومحافظة على صحة المصرية وجايبة لكل مواطن صحة زيادة فوق صحته بس احنا مش واخدين بالنا وما بيتمرش فينا او تكون هي كويسة بس اللي حواليها هم الوحشين او الاوباء والامراض الاخوانية الشريرة عاملين عليها مؤامرة عشان يفشلوها وجايز برضو الناس هم اللي بيتلكي كلها واقفلها على الوحدة مو مش عشان سيادة الوزيرة جت تخلص على الامراض اللي في جتة المصريين فقامت غلطت وخلصت على المصريين نفسهم وهي مش واخدة بالها نهم نصدعها بقى ونقرفها ونقول لها انت فشلة واستقيلي والكلام الفارغ ده لازم نبقى موضوعيين شوية عشان ما نظلمهاش وعشان نبقى موضوعيين بقى فخلونا نبص بصة كده على اللي عملته هالة زايد من ساعة ما مسكت وزارة الصحة ويا طرق تصرفاتها وقراراتها وإدارتها للأزمة بيقولوا انها فشلة فعلا ولا كويسة بس الناس الوحشين هم اللي ظلمينها بس الوزيرة هالة زايد برضو كان حظها وحش شوية بصراحة يعني هي كانت قاعدة مستخبية في وزارتها وكافية خيرها شراها زي كل الوزراء عادي بس للأسف الفيروسات منها لله ما سبتهاش فحالها ونكدت عليها الوزيرة بتبص كده لقيت ان في وباء اسمه كورونا ظهر في الصين وبدأ ينتشر بسرعة رهيبة في كل دول العالم وبعدها الدنيا تقلبت وكل الدول اعلنت الطوارئ وقفلت حدودها ومنعت الصفر وخدت اجراءات احترازية عشان تمنع تفشي الوباء فيها المهم ان العالم كله كان واقف على رجل بس هنا بقى وزارة الصحة كان لها رأي تاني خالص وطلعت قالت ما تخافوش يا جدعان مفيش حاجة والفيروس ده مش هيجي مصر طبش معنى انا سات الوزيرة معلش يعني وإيه السقة اللي انت بتتكلمي بيها دي هو الفيروس نفسه اتصل بيك وقالك انه مش جاي ولا السفارة ما رضيتش تديله التأشيرة فمش هعرف يدخل البلد ولا عشان المسافة بين مصر والصين طويلة فهيكسي ليجي يعني ولا ايه بالزبط ما تعرفش المهم ان الوزيرة فضلت قفشة ان الفيروس مش هيهوى بناحيتنا وان كل اللي هيقول ان مصر فيها كورونا يبقى خاين وعميل ومروج اشعات وعاوز يسير البلبلة وعلى الاساس ده مصر فضلت فتحها على البحري لا في قيود ولا اجراءات ولا مسحات ولا اي حاجة خالص واللي يدخل يدخل واللي يخرج يخرج عادي ما الفيروس مش جاي بقى والوزيرة مأكدالنا بنفسها بس لان الكذب ملهوش رجلين كل شيء ان انكشف نوبان غصب عن الوزيرة وكل الدول بدأت تقفش في مطاراتها حالات مصابة بكورونا جاية من مصر وفضحتنا بقى بجلاجل في العالم اجمع بس هالة زايد فضلت تنكر برضو يا بنتي نعملك ايه عشان تعترفي طيب نكهربك ولا مطف سجاير في رقابتك ولا ايه وفي الاخر اضطرت الوزيرة آسفة انها تعترف بوجود الكورونا في مصر بعد ما بدأت الحالات تظهر في كل المحافظات وما بقاش ينفع ان يخب اكتر من كده تصريحات سيادة الوزيرة في اول الازمة اللي نيمت الناس وحلفانها ميت يمين ان ما فيش كورونا في مصر كل ده اتسبب في سرعة انتشار الوباء وزيادة الحالات بشكل كبير جدا في وقت قصير خصوصا وان ما كانش فيه اي خطة او استعداد عند الوزارة لمواجهة الوباء والسيطرة عليه طب ما عليش يا جماعة هي صاحب غلطت في الاول انها كتبت وحاولت تتسطر على وجود الفيروس واتسببت في كارسة بس مش مشكلة هنعدلها دي جايس فعلا الفيروس هو لطلع نادل وبعد ما وعدها انه مش جاي مصر رجع في كلامه وجاء بس اكيد بقى بعد ما الوباء انتشر في مصر الوزيرة هتصلع غلطتها وهتشتغل ليل نهار عشان تكافح الفيروس وتعالج الناس المفاجأة بقى ان كل ده ما حصلش والوزيرة فضل على قلبها مراوح عادي وهي شايف الوباء طايح في البلد وما فيه سرائر في المستشفيات ولا غرف عناية ولا اجهزة اكسوجين والناس عملا تقع والده كترة كل يوم بيموتوا عشان مش لقين ادوية وقاية وكمامات تحميهم من العدو وفي عز ما الطحن ده شغال في البلد لقين هالة زايد واخدة نفسها وطلع عصصين وايطاليا وبتديهم كمامات واجهزة طبية هدية عشان الدولتين يقدروا يواجهوا الوباء طب بالنسبة لمصر يا سات الوزيرة مش هتديها شوية كمامات عشان تواجه الوباء هي كمان ولا ملهاش نصيب في الهدايا دي بس للامانة يعني عاوزين نقول ان الزيارات دي كانت باوامر وتوجيه من طبيب الفلسفة بذات نفسه والوزيرة ما كان لاش اي قرار فيها وفي عز ما قزمة كورونا كانت موجودة في مصر شفنا كلنا فيديو منتشر على السوشال ميديا بيصور العناية المركزة في مستشفى الحسينية والمرضى فيها بيموتوا واحد ورد تاني بسبب عدم وجود اكسجين في المستشفى وزيرة الصحة بقى تشوف الفيديو وتعترف بالمشكلة وتحاول تحلها مثلا لا طبعا انكرت ان في مشكلة برضو عادي هي زبطة نفسها على موجة الانكار وما بتغيرهاش ابدا وطلعت قالت الفيديو متفابرك والكلام ده ما حصلش ومستشفى الحسينية دي مليانة اكسجين على اخيرها لدرجة اننا مش عارفين نود الاكسجين ده فين من كتره ده الهايدروجين وسن اكسيد الكربون وبقية مكونات الهواء مش لقين مكان يقفوا فيه والله الاكسجين واخد المساحة كلها لوحده ويا ريت اي حد في العالم محتاج اكسجين يخطف رجل ويجي الحسينية ويجيب معاه زازة فضية واحنا نعبيها الاكسجين وفضلت الوزير على النغمة دي لدرجة انها اتهمت الراجل اللي صور الفيديو انه اخواني وارهابي وعمل كده مخصوص عشان يبوص صمعة البلد اللي زي الجنيه الدهب ويقول اننا عندنا ازمات ومشاكل رغم اننا معندناش جوه والمصور ده فعلا اتقبض عليه واتحقق معاه وطلع ابن اخو واحد من المرضى اللي ماتوا بسبب نقص الاكسجين بس للامانة يعني ازمة كورونا ما كانتش المشكلة الوحيدة اللي تسببت فيها وزيرة الصحة خلال الفترة العظيمة اللي مسكت فيها الوزارة ما شاء الله هي قدرت تعمل مشاكل كتير في كل الاتجاهات عادي جدا عندك مثلا الازمة اللي عملتها مع التمريض لما راحت تزور مستشفى التأمين الصحي في برسعيد سنة 2019 وبعدين مرة واحدة وقفت كده قدام طاقم الممرضات وهي مخدوضة كان فيه تعبان قرصها وبدأت تهاجمهم بسبب زيادة وزنهم وقالت انه قدامهم ثلاث صور عشان يخسوا وانها مش هتسمح بوجود ممرضات تخان تاني خلاص المستقبل كله للسنباتيك طب ليه سيادة الوزيرة دول ممرضات عادي يعني مش مدربات في الجيم ايه يعني اللي دايقك قوي في موضوع الوزن عشان تجيب سيرته هو انتو هتنظموا عرض ازياء للممرضات ولا ايه انا اقول لك بقى ايه اللي خلى الوزيرة تقول الكلام ده في التوقيت ده بالذات في نفس الوقت ده تقريبا كان الكابتن عبدالفتاح السيسي شايل التخان ومرضى السمنة فوق دماغه وزاعق وطول الوقت كان عمال يهاجمهم وينتقدهم ومستغرب قوي ان فيه مصريين عندهم كرش ووزن زيادة وما بيروحوش الجم يشيلوا حديد ولا بيجروا في تراك نادي الجزيرة ولا بيروحوش تركوا في الاولمبياد حاجة تقرف والله مش فاهم انا ازاي الناس الفقر العينين اللي مش لقين ياكلوا دول ما بيلعبوش رياضة ولا بياخدوا بطولات المهم ان بعد كلام السيسي ده بكام يوم راحت هالة زايد عملة الحركة اللي قلناها دي مع الممرضات في مستشفى بورسعيد على اساس تقول السيسي شافة رياسة انا بنفس تعليماتك بالحرفة هو وبقلدك وما بقبلش التخان ولا بطيء اشوفهم زي ما عليك بالزبط ومش هسمح بوجودهم حت التطبيل حلوة كده على الماشي من اللي بتعجب الجمهور عملتها الوزيرة عشان تلفت نظر السيسي وتنول رضاة ويسيبها قاعدة على الكرسي قبل الحواردة بخمس شهور تقريبا سات الوزيرة كانت قاعدة كده وبعدين لقيت ان الدنيا هادية ومفيش ازمات بتحصل ولا حاجة فقالت ازها ده لما قوم اعمل ازمة مع الصيضلة بدل الملل اللي احنا في ده وخدت هالة زايد بعضها وراحت على مجلس النواب عشان تشتكي من ان عدد الصيضلة في البلد كتير وان الدولة بتجبرها تعمل لهم تكليف رغم انهم ملهمش لازمة عندها ومش محتاجاهم وبعد من الوزيرة قالت الكلمتين دول في البرلمان ماهم ديتش وراحت نقابة الصيضلة نفسها عشان تشعل للموضوع زيادة وقال التاني ان الصيضلة ملهمش لازمة عندها والمنظومة الصحية ممكن تمشي بشكل افضل من غير وجودهم وان غياب ممرضة واحدة عن الشغل تأثيره اكبر بكتير من غياب ميت صيضلة التصريحات الغريبة والازمة اللي افتعلتها الوزيرة مع الصيضلة بدون مبرر دي خلقت مشاكل مستمرة بين الوزيرة ونقابة الصيضلة وهجوم متبادل بينهم طول الوقت تسكت بقى الوزيرة لا برضو وقفت كده وفضلت تدور على حد تاني تعمل معا مشكلة وقالت طب انا كده اتخنقت مع التمريض والصيضلة وبالنسبة للمرضى فدول مرميين قدام المستشفيات مش لقين سرير ولا علاج عادي الحمد لله يعني فاضل مين معانا في المنظومة الصحية ما اقرفتوش في عيشته ايوة لقيتها الاطباء نفسهم مشاكل وزيرة الصحة مع الاطباء في مصر بدأت اول ما مسكت الوزارة على طول تقريبا بعد ما حلفت اليمين بخمس دقائق كده ولا حاجة اول مشكلة كانت ناقص الدكاترة بسبب هجرة معظمهم لدول الخليج وغيرها عشان يشتغلوا ويقبضوا مرتبات مناسبة بدل الملاليم اللي بياخدوها في مصر وزيرة الصحة لما شافت اللي بيحصل ده قالت بس محدش له دعم انا احل مشكلة ناقص الدكاترة دي طب هتحليها ازاي يا دكترة هترفعي مرتباتهم طبعا عشان ما يسيبوش البلد صح؟ اهيتك لا طبعا مرتبات الا رفعها ما يهاجروا ولا يغوروا كلهم في ده يا عادي انا عندي حل احلى بكتير هخلي الدكاترة اللي طلوا على المعاش وقاعدين في بيوتهم يرجعوا الشغل التاني وبفكر في طريقة نحاول نخلي بها الدكاترة اللي ماتوا يرجعوا الشغل برضو هما كمان خلاص كده يا وزيرة هو ده الحل قالت اه ما انتو فاكرين ايه الوزيرة ما حاولتش تقعد مع الدكاترة او تشوف اصل المشكلة او تلاقي حل جزر ليها النتيجة ان مشكلة ناقص الأطباء في مصر مستمرة وبتزيد كل يوم وفيه ازمة تانية مهمة جدا تخص الأطباء ظهرت برضو في العهد السعيد بتاع الوزيرة هلزايد جاءت فترة كده خصوصا في السنتين اللي فاتوا كنا كل يوم التاني نسمع عن ان فيه دكتور انضرب جوا المستشفى من اهل المريض والموضوع فضل يزيد بشكل كبير جدا لدرجة ان عدد الدكاترة اللي تم الاعتداء عليهم في شهر اكتوبر 2019 وصل لتلاتة وعشرين حالة يعني الدكاترة دول لو بيروحوا المعتقل مش المستشفى ما كانوش هينضربوا بالشكل ده والله وبدأ وقتها يبقى فيه مطالبات من قبط الأطباء لوزارة الصحة عشان تاخد اجراءات تحمي الدكاترة وتأمنهم بدل ما هم عملين ينضربوا كده واهالي المرضى طيحين فيهم ايه بقى الاجراءات اللي خدتها الوزيرة ولا اي حاجة فضلت مطمشة ومكبرت مغها ومحرة ودنها ولا كأن في حاجة زي ما يكون ضرب الدكاترة ده حاجة عادية يعني وطبيعي انها تحصل اه دكاترة انتم مكبرين الموضوع كده ليه ابو المريض والاخوه مسكك الدك عالق ايه اللي حصل يعني من عشمه يا اخي ومن قلقه على المريض بتاعه وبعدين ده ضربك بس ما اغتصبكش يعني ولا حاجة بطلوا قفوارا بقى وفيه أزمة تالتة حصلت لما الوزيرة اعلانت نظام التكليف الجديد للدكاترة من غير ما تاخد رأي الدكاترة نفسهم فيه اساسا ولا حتى النقابة بتاعته كل ده طبعا غير اللي حصل في أزمة كورونا لما الوزيرة سابت الدكاترة كلا منهم للفيروس بدون اي ادوات تحميهم من العدم كل البلاوي والمصائب اللي قلناها دي عملتها وزيرة الصحة مع كل القطاعات في الوزارة تقريبا يعني هي كان لقصها بس تتخانق مع السماعات واجهزة الضغط كمان عشان تبقى كملت وده هيرجعنا للسؤال الاولاني خالص ليه وزيرة الصحة مستمرة في منصبها رغم كل ده خصوصا انها تعتبر اكتر وزيرة في الحكومة اتعمل ضدها استجوابات وطلبات احاطة في البرلمان بس هي ما شاء الله عليها بتطلع من كل الاستجوابات زي الشعر من العجين وكل ما طلبات الاحاطة تيجي تصيبها رب العرش ينجيها وبتفضل مكملة في وزارتها عادي جدا والسيسي متمسك بيها لدرجة اننا بقينا قلقانين احسن يخليها تمسك وزارة كمان مع الصحة ولا حاجة تبقى مصيبة ايه بقى تفسير التمسك الغريب ده من نظام السيسي بهالة زايد مبدايا كده هو مين اصلا قال ان نظام السيسي عاوز في حكومة وزارة عندهم موهبة او كفاءة او بيعرفوا يديروا مثلا والعيازوا بالله مفيش عندناك كلام الفارغ ده السيسي عاوز في الحكومة شوية سكرتارية بينفزه اوامره من غير تفكير او منقشة وبيضخمه وبيكبره في انجازاته وبيطبلولها بقى السكر دي مواصفات الوزير المسالي في مصر والحقيقة ان المواصفات دي بتنطبق بالحرف على هالة زايد هيا بتنفذ الاوامر بالنص وما بتحاولش تشغل مخها او تيجي خطوة يمين او شمال برا الخط اللي مرسوم لها شفنا ده في تنفذها الاوامر السيسي في موضوع السمنة وقت مشكلتها مع الممرضات وشفناه كمان لما السيسي بعتها على ايطاليا والصين في عزة ازمة كورونا ونفذت برضو وما فتحتش بقاه وشفنا ده اكتر بقى في الاهتمام الكبير اللي الوزيرة بتديه لكل المبادرات الصحية اللي نخلت السيسي طرحتها زي مبادرة 100 مليون صحة هالة زايد تبقى قاعدة والوزارة عندها تضرب تقلب والمستشفيات بايزة والدكاترة بتهرب والعلاج ناقص وهي ولا هنا واول ما تلمح من بعيد مبادرة للسيسي تنط من مكانها على طول وهاتك يهتمام بيها وصرف عليها من ميزانية الوزارة واعلانات عنها في كل حتة مع صور للسيسي بالحجم العائلي على حطان كل الوحدات والمستشفيات عشان تقول للشعب كله ان السيسي هو الطبيب المداوي والانتبيوتك الطبيعي اللي ربنا باعته لينا عشان يعالجنا من كل الامراض اللي في جتتنا وطبعا دي حاجة بتبسط السيسي جدا وبتكيفه وبتخليه منفوخ على 44 عشان كده تلاقيه مسك في الوزيرة ومش راضي يستغنى عنها رغم كل مصايبه اصلا المصايب اللي بتعملها دي اخرها ايه يعني هتموت الناس ولا هتمرضهم طب ما دي حاجة كويس هو احنا يعني محتاجين الناس في ايه المهم انها بتسمع الكلام وبتنفذ الاوامر والتوجيهات وبتفخم وتعظم في السيادة الرئيس ومبادراته في حاجة كمان برضو ممكن تكون سبب في استمرار هالة زايد رغم الفشل الخام النقي اللي بتقدمه من يوم ما رجليها عالتيبة الوزارة السبب ده ببساطة هو ان اغلب الناس ضد وجود الوزيرة وبيطالبوا باقالتها عشان كده كان طبيعي جدا ان السيسي يتمسج بيها ويقرر انها تستمر هيا دي دماغ النظام اللي بيحكم البلد عنده يستمر في الغلط عادي جدا حتى لو حصل الكوارث بس ما يحسس الناس ابدا انه سمع كلامهم او انه بينفذ طلباتهم او انهم لا سمح الله يعني ليهم رأي او بيشاركوا في قرار جوه بلدهم لا اصحوا انت كلكوا على بعض كده ملكوش اي لازمة ولا كلم والسيسي مقاعدكوا في البلد بتاعته انسانية منه بس مش اكتر انما هتخيبوا بقى ويطلع لكوا رأي وتقولوا عاوزين فلان ومش عاوزين فلان مفيش الكلام ده اللي انتوا عاوزينه يستمر هنرمي في الشارع واللي مش عاوزينه هيستمر غصب عنكو وهنقعدوا على رأبيكو كمان الحالة العجيبة دي للسيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية بتورينا بمنتهى الوضوح النظام عندنا في البلد ماشي ازاي في موضوع المناصب ده هتبقى مجرد سكرتير مطيع بتنفذ الاوامر بالحرف وانتحط الجزمة ببقك وهتقعد ليل نهار تطبل للسيسي وتوجيهاته ياه السيسي يحبك قوي هتبقى صاحبه وانتيمه وتفضل قاعد على كورسيك حتى لو عملت كوارث انما بقى هتفكر تشغل مخك وتقول رأيك وتعمل لنا فيها صحي بقرار فاحنا النوع ده ما بيشتغلش معانا للأسف روح شوف لك بلد تانية فكر فيها وما تبوز لنا السلو بلدنا بعد اذنك ونشوفكم على خير ان شاء الله